ما عندكش وقت لأحلامك وإيه اللي حصل وتصنع أهم أن أنت كده بقيت إنسان مختلف مختلف إيه؟ أنت ما عملتش حاجة أنت عايز تشتغل وأنت الوقت كله ضيعته في إيه؟ في أن أنت تبقى في قلب الحادث وبقول كمان من شغل بما يعنيه إيه اللي حصل بما يعنيه النسان إذا انشغل بما يعنيه أحب الحياة وأعانى الله فيما أقامه وحقق له مناه اللي بينشغل بما يعنيه فاسمع نداء الحق سبحانه تعالى انشغل بما يعنيك أحقق لك ما يسعدك ويرضيك وحفظ دايما من بات منشغلا بما يعنيه زائقا حلاوة ما في في يعني ما في فمه ساعيا في استثمار ما عنده من النعم في تنويل قلبه وما يحييه فقد جمعت له السعادة من أطرافها يا سلام طب نعمل إيه بقى؟ تعالوا نتوقف عن شاهد أول إجراء لازم نعمله عشان نقدر نعمل ده نتوقف عن شاهدة متابعة وتتبع أخبار الناس تاني حاجة نتوقف عن معصية الغيبة والنميمة على السوشيال ميديا أو أحنا بنختاب أو بنختاب الكلام اللي احنا بنقوله ده وبنوري نفسنا ما شفناهوش ونقعد نتكلم في أعراض الناس ونقعد نتكلم بالقبيح في الناس ونكشف أسرار الناس كل ده غيبة ونميمة تالت حاجة الأخبار السيئة اللي بنشوفها لازم نفرزها والحاجة اللي ليك دعوة بيها لازم تحطها على التصنيف ده شيء مهم بس مش عاجل ده شيء مهم ليه بس عاجل أو شيء مهم ومش عاجل أو شيء مهم عاجل وإحنا هنهتم بالمهم العاجل والمهم غير العاجل لكن اللي مش مهم ومش عاجل ملناش دعوه بيه واللي مش مهم وعاجل برضو مش هنهتم بيه لأن معدلات الأخبار السيئة اللي احنا بنسمعها عشرين خبر سلبي على سبيل المسائل في اليوم ايه اللي يحصل كل ده املى يومك يبقى انت لازم تزيح الأخبار السيئة بأخبار تلاتة حسنة على الأقل كل يوم رابع حاجة املى يومك بعمل يخليك تتقدم لقدام تتعلم حاجة جديدة تقرأ كتاب تدعم حد تدخل السروع على قلبه مسلم خامس حاجة اخدم حد محتاج عاونك كل يوم كل ما تعمل ده كل ما تعيش وانت متخلص من سجن هوس ان انت تكون في قلب الحدث لان ساعتها هيكون لك قلب ممكن يخلي كل حدث بتعمله ليه معنا ويخلي كل حدث بتعمله ليه وصل ويخلي كل حدث بتعمله ورا قيمة وخلق بس انت فضي نفسك فضي نفسك عشان تبقى ايه تبقى مش مدوش مش مشغول فضي نفسك ليه ما يعنيك لان هذا ما يحييك يا سادة عايزين نسترد على الاقل 96% من حياتنا اللي رايحة فيما لا يعنينا عشان نعيش حياتنا كلها اللي هي نعم من ربنا ومنفردش في كل في 3-4 حياتنا واحنا بنظن ان احنا بنعيش الحياة لا احنا بنخصم من الحياة تعالوا نسترد حياتنا بعون مولانا سبحانه وتعالى ونعيش فيما اقامنا الله فيه لكي يعود العبد الى نعمة باريه يا رب عنا على ذلك واجعلنا ممن يستمعون القول وفيتبعون احسنه يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين